ما هو موقفنا في اعتقادي انه لا نقبل لا الذي قاله السيد الامام قدس الله نفسه ان كل كتبه لا تفيد علما ولا عمل لا نوافق على هذه النظرية ولا نوافق ايضا على ماذا النظرية المقابلة التي هي في اقصى اليمين انه لا يكون مجتهدا الا ماذا وانما نعتقد بوجود موقف وسط خلوا ذهنكم يمي اعزائي بوجود موقف وسط وهو اننا نعتقد ان الكتب الحديثي على ثلاثة مراتب ودرجات اعزائي المرتبة الاولى من كتب الحديث هي الكتب الاربع المعروف يعني الاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والكافي هاي الكتب الاربع واقعا تعد هي الدرجة الاولى والطبق الاولى والصنف الاول في الدرجة العليا من رواياته المرتبة الثانية اعزائي من الروايات اعزائي وهي روايات تعد في الدرجة الثانية اعزائي ليست من الدرجة الاولى كالوسائل ومع الاسف الشديد الان الوسائل في حوزاتنا العلمية يعد من الدرجة الاولى وليس كذلك لان الاشكالات الموجودة على كتاب الوسائل كثيرة جدا واحدة من اهم الاشكالات على كتاب الوسائل انه كتاب فقهي اجتهادي لا كتاب حديفي يعني بعبارة اخرى لانه احنا عدنا فقيه وعدنا ماذا محدث صاحب الوسائل ضمن الاحاديث اراء ماذا الفقيه مع انك قد توافق وقد ماذا لا توافق وهذه ليست هي الامانة العلمية في الحديث تلابد ان تنقل الحديث اما الحديث اذا فسرته بتفسير ينسجم مع مبانيك فتخرجه عن موضعه هذا بعد يصير كتاب استدلالي مو كتاب حديفي فضلا عن الاشكالات وجملة من هذه الاشكالات اذا الاخر العزيردون يراجعوها يراجعوها في اول كتاب جامع احاديث الشيعة للسيد البروجردي لتروا ماذا قال في الوسائل وانظروا الى منهج السيد البروجردي في جامع احاديث الشيعة ولماذا اضطر ان يكتب جامع احاديث الشيعة يقول للنقائص والعيوب والاشكالات الموجودة في الوسائل اولا ثانيا تقطيع الحديث ما ادري كذا اراؤه الاجتهادية الى اخر كلها موجودة هنا وانا انصح الاعزة بيني وبين الله المنهج الرجالي للسيد البروجردي يقرؤوه خصوصا الكتاب اللي كانت بأخونا عزيزنا سيد محمد رضا الجلالي مهم جدا لمعرفة منهج هذا الرجل ماذا فعل هاي من المرتبة الثانية طبعا كتاب الوسائل الشيعة وروايات البحار روايات البحار تعد من الدرجة الثانية ماذا من كتبنا الحديثية مو من الدرجة الاولى اما الدرجة الثالثة من كتبنا الحديثية فهو من قبيل المستدرك فالحديث الوارد في المستدرك مواطن من الدرجة الاولى لو من الدرجة الثالثة مولانا لهذه المواطنين من الدرجة ماذا ها اربع باء هذولا مو اربع اليف مولانا اذا اعزائي التفتولي ومن هنا وهذا له قيمة مهمة لأنه إذا حصل التعارض بين الروايات إذا جعلنا الكتب جميعا في عرض واحد نقول متعارضة مع أنه ليس كذلك فما ورد في الكتب الأربعة مقدم على ما ورد أين؟ في الوسائل وما ورد في الوسائل مقدم على ما ورد أين؟ في المستدرك للمحدث النوري نعم المحدث النوري كتبه رواياته يمكن الاستناد إليها كشواهد كمؤيدات وهذا هو الذي اختاره لعله كما نسب إليه بعض تلامذته السيد البروجردي وإلا أنا لم أجد في مكان ذكر هذا المعنى نعم بعض تلامذته يقولون أنه كان يقول عن المستدرك أنه ينفع أين؟ إذن لا كما يقول لا يكون مجتهدا إلا بهذا ولا كما يقول سيد الإمام كل كتبه لا تنفع وليست لها قيمة علمية ولا عملية بل هو الموقف الوسط الذي نشيره إليه وهو نافع لجمع القرائم